ست اللواء دهي خاني أسأل حضرتك عشان لو في أجيال جديدة تتفرج علينا وبعض المشاهدين عايزين نعرف من حضرتك حضرتك تحدثت أنه هذا اليوم 9 مارس 69 ده كان يوم فارق في الصراع العربي الإسرائيلي وحضرتك تحدثت طبعا عن سيدة الفريق عبد المناعم رياض عايزة عرف من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين يا فندم هذا الحدث الوضع ساعتها كان شكله إيه ونعرف ليه تحديدا يوم 9 مارس هو 9 مارس نعلم أن بعد هزيمة 67 البعد اعتقد أن مصر خلاص والقوات المسلحة انتهت وأنها بتلفظ أنفاسها الأخيرة ولكن من رماد الهزيمة في هزيمة 67 مصر بعثت من جديد بالضبط زي يعني بيقولوا طائر الفينيك أو الفينيكس طبقا للأساطير الميثولوجيا الإغريقية أن هذا الطائر بيولد من الرماد بتاعه مصر فعلا من رماد هزيمة 67 وخلال حرب للسنزاف التي استمرت 1041 يوم استطاعت أن تقوم بإعادة بناء القوات المسلحة ليس كمعدات وأسلحة ومنظومات تسليح ولكن الفرض المقاتل أصبح المقاتلين من الموهلات العليا علشان يقدروا يستوعبوا أحدث الأساليب ومنظومات التسليح التي هي موجودة ده في هذا اليوم يوم 9 مارس كان الفريق المنعم رياض بيتابع الموقف على الأرض نتحولنا إلى الاستنزاف مرحلة صمود يعني إيه يعني قاعدين كده بنعملش حاجة لكن بنعمل بناء وتدريب للقوات المسلحة وأعادة هيكلتها واختيار قادة ميدانيين بدأت بقى لا إحنا كان فيه الدفاع النشط دفاع نشط يعني يتم إرسال إغارات علشان نكتسب الجرأة ونكتسب الخبرة فرض يعد يعبر قناة السويس طبعا بالليل والسباحة يقوم يأخذ أسير يأخذ خرائط جامل العملية ويرجع تاني ويرجع واحد قالك طبعا نخليهم اتنين بعد جدل طبعا نخليهم جماعة جماعة يعني عشرة طبعا نخليهم فصيلة طبعا نخليهم سرية طبعا نخليهم كتيبة الكتيبة دي يعني أكثر من خمسمائة مقاتل كلهم يعملوا إغارة فدي بتدهم مناعة احنا بنقول تطعيم تطعيم أرض المعركة تطعيم يعني بما يخافش بيأخذ الجرأة الخوف من الجند الإسرائيلي ومن الأسلحة الإسرائيلية بتتمنع يعني أنا كنت عاوز أقول لسادة المشاهدين طبعا في سبعة وستين كانت الطائرات الإسرائيلية يعني نشطة جدا فكان هناك خوف من مجابهة ذلك لا في أساليب بتتخذ للمجابهة فخذنا الجرأة للمجابهة لأخذ الثقة احنا فيما يقول بطول العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركة ولذا بنلاقي أن قواتنا المسلحة لها شعارين طيب الشعار الأول هو النصر أو الشهادة وإحنا بنتكلم في يوم الشهيد الشعار الثاني هو يد تبني ويد تحمل السلاح لكن أنا عايز أقول أن في سبعة وستين إداتنا فرصة كبيرة أن نبني نفسنا أن نقوم باستكمال الأسلحة والمعدات حتى جاءت حرب أكتوبر المجيدة وكان لها تخطيط كبير جدا وسقط شهداء نعم لكن تم تحرير كل سيناء في 25 إبريل سنة 79 وتم تطهير سيناء بعد ذلك من الإرهاب والإرهابيين هذا كله بجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية الباسلة اللي برضو يدم بيد مع القوات المسلحة لأن الشرطة والجيش هم جناح الأمن في مصر اللي بقول لتأكيد